بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى بيث الرحمة العالمين انظار خطير للذين يتهاونون في الصلاة يستخفون بمواقية الصلاة لا يصلون الصلاة في أول وقتها ويؤخرونها بدون عذر حتى يبقى على الوقت حتى يدخل أو يوشك أن يدخل الوقت الآخر للأزام بما معناه لا يصلون الصلاة في أول وقتها وينتظر حتى لا يبقى إلى القليل على الأزام الذي يليه ويصل للصلاة أو يجبع بين الصلاة كثير من الناس يعمل كده للأسف الشديد لا يجبع عن الناس يصلون خالص عن عقوبة الناس التي لا يستخف بمواقية الصلاة ويصلون الصلاة في أول وقتها ويأخرها لغاية ما يبقى فضل ربع ساعة أو نص ساعة على الصلاة التي تليها ما يعقوبة الإنسان يعمل كده أولا الإنسان يعمل كده مضيع للصلاة يعني ذكر الله سبحانه ذكره رب العام سبحانه وتعالى في كتابه بأنهم من مضيعين للصلاة سوف أقول لكم بضعة الأدلة ثانيا من المتابعين للشهوات سليسا منافق سليسا منافق في حولها أعطكم الأدلة الإنسان الذي يجمع لا يصل الصلاة في أول وقتها ويستنى لما يفضل ربع ساعة أو نص ساعة على الزن على الزن ويعمل كده من غير عزر طبعا كثير من الناس يبقى في إيده شغل يقول لك لا 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 أستنى أن يخلص الشغل الأول الله ليس فهم أن هذا نفاق ونوع من الرياء والشرك الخفي ورسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك الخفي والرياء وقال لنا أنه أخفى من دم من النملة عارفين ليه شرك وليه رياء ونفاق لأنك تقدم مصالح الدنيوية على الرب العام سبحانه وتعالى نتقدم لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لكم الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا بارك الله في عمل قام على طرق الصلاة يعني الإنسان يعني إذا نقدم الصلاة واجبتها الصلاة واجبتها يقول لك لا أما خلص أما خلص الشغل اللي في إيدي ده أما خلص اللي مش عال في إيه باتك كده بتوقع نفسك في شبهة رياء وشرك اما أذاiquement bridges صنعهم باتك وليس حصل مثال النساء بالذات الرجال اللي في القيامة خلص حمد الله حقي نفسه في هذه المشكلة غير لأنه أول ما يسمع الأذن في القيامة يعني المشكلة عند نساك وعند الناس اللي يبقى في القيامة يسمع الأذن واستخفى برها ، اصلي في القيامة ويصلي في البيت وياخر الصلاة معايدة أو ستات النساء اللي في البيت مشغولة بغسيل ما وعين ومشغولة بطبيق وتمتسيب الصلاة وتصليش وتقدم شغل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بارك الله في عمل قام على ترك الصلاة يعني ترك الصلاة على تأخير الصلاة يبقى أنت تفضل الطبيق دي عندك أهم من ربنا هذا نوع من أرواق الشرك لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انها أخوة أخوة عليكم عندي من المسيخ الدجال قلنا بلى رسول الله قال ذاك الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا فيزين صلاته جاهدا من نظر الناس إليه يعني إنسان يبقى يشوفه يبص عليه ويصلي فيخشعه في الصلاة عشان الناس طول على الرجل يصلي هو لو الواحده ما يعملش كده الواحد يصلي في البيت يصلي في الناس في الشغل وعشان الناس لا يصلي صلاته ليس مقبولة ومنافقة لأنه يحترم الناس ويخاف منه صلاته ليس مقبولة ربنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتخشى الناس والله أحقه أن تخشاه الرسول المعصوم ربنا يقعد بيقول له وتخشى الناس والله أحقه أن تخشاه لا يجب أن يأذن تسيب أي حاجة وتقوم تصلي يبقى إذا أنت تقدم مصالحك الدنوية أو شهواتك الدنوية على الصلاة وده فيه شو يترياءه شرك شو ربنا يقول ليه فخلف من بعدهم خلفهم في صورة مريم فخلف من بعدهم خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهواتي فسوف يلقاه نغية هذا الدليل الأول الخلف ده اللي هم جون بعد الصحابة أو جون بعد الصحابة والتبعين اللي هم إحنا أكثر الناس اللي افتقع في الآية دي هم أهل هذا الزمان فخلف من بعدهم خلف اللي هم إحنا في زمانة ده أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس بيقولوا إيه؟ لم يضيعوها بالكلية هم بيصلوا الخمس صلوات لكن بيأخر صلعا معادها بدون عذر دقب على كده الصلاة دي عنده مش في دماغه وإيه أهم حاجة عنده أن يخلص الشغل بعدين لما يخلص الشغل في إيده يروح يعني عشان كده حاولوكم عن العقوبات اللي في الدنيا وفي الآخر يبقى واتبعوا الشهوات يبقى أنت كده أصبحت من المضايعين معاين أنت تصلي الخمس صلوات لكن أنت لا تصليش عند الأذان ومتأخر الصلاة معادها وأصبحت من المنتبعين الشهوات لأن أنت تقدم أكلك وشربك وطبيخك وغسل موعينك وعلى وعلى الصلاة قال الصلاة بعدين طيب دليل الثاني يقول في صورة المعون فويلوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون خلي بالكوا ويمنعون المعون بأخر الصلاة معادة أو يجمع الصلاة مع بعض منافق ليه؟ ربنا يقول ليه؟ فويلوا للمصلين وخلي بالكواب ربنا ختم الآية هنا فويلوا للمصلين آية هذه آية وحدها مستقلة الذين هم عن صلاتهم ساهون لا يصاليش صلاة معادة الذين هم يراءون ويمنعون المعون يعني ينافقون يسموا رائي تبدالي الثالث إذا أبقى منافق تشوفوا رسول سعصاني بيقول ليه؟ أو أتدرون ما صلاته المنافق؟ قلنا لا يا رسول الله قال يجلس أو ينتظر حتى تصفر الشمس فتصبح بين قرناء الشيطان ثم يقوم فينقر أربعاً لا يذكر الله فيهن كثيراً أو لا فيقوم فينقر أربعاً لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق فالرسول سعصاني يتكلم على صلاة العصر ما صلاش العصر في معادها واستنى لما اللي خلاص سوف تفضل على المغرب عشرة دقيقة أو ربعاً ساعة سأقوم بسرعة من كاروت صلاة العصر عشان قبل ما المغرب يدنا صلاة غير مقبولة والرسول سعصاني سمام منافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق طب ايه بقى عقوبة اللي بيعمل كده؟ او بيجمع الصلاة مع بعض قبل ما المغرب يقدن لكن صلاة في ايه؟ صلاة في اخر الوقت كثير من الناس بتعمل دلوقتي يبقى بيضيع صلاة اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات اول حاجة نزع البركة البركة تنزع من حياتك عشان انت بتفضل اعمالك الدنيوية ومصالحك وشهواتك على الصلاة تنزع البركة هذا اول حاجة من حياتك كثير من الناس نزعت البركة من حياتهم بسبب الاستخفاف بمواقيد الصلاة ومواقيد الصلاة منتظر سوق العقوبة التانية العقوبة التانية طبعا عند الموت والانسان لو متبش وتبقى خاتمة وخاتمة السوق يعوز بالله بيأتي ملائكة سود الوجوه معهم حنط من جهنم وعشان يقبض الروح وطبعا لما بتيجي تقبض الروح فملاكة بتقول اخرجي ايوتها الروح الخبيثة الى سخط من الله وغضب لانه هو الصلاة غير مقبولة هو منافق وصلاة غير مقبولة بيجبع الصلاة مع بعض او بيقل الصلاة في اخر الصلاة فتفرق الروح وتفرق الروح وتنزل الى اخمس القدمين تهرب وتفرر في الجسد فتنتزهها الملائكة انتزاعا كما قال ربنا الصلاة فالفصولة النازعات والنازعات غرقا فالروح بتغرق في اسفل تصل الى القدم فتبتد ملائكة تنزل هذه الروح بشدة من القدم الى الرجبة طبعا الروح مش عايز تطلع فيضرب بمطارق من جهنم في كل انحاء الجسد عشان الروح تستسلم وتخرج فالروح مش عايز تطلع ويدرب بمطارق من جهنم بعد ان تصل الى الرجبة يضرب تانى بمطارق من جهنم يمكن ان تصل الى الحكوم ثم تصل الى الحكوم ثم تصل الى الماء ثم تصل الى حكوم وتخرج الروح ثم تضع في حنوت من جهنم كريه الرائحة جدا جدا فهذه تأتي بمطارق من جهنم تكون تتصل بها فتنغلق السماوات ونتخرج تغلق السماوات أمام هذه الروح لمن هذه الروح الخبيثة يقول له فلاله من السلام. يمن يلادي رب العام سبحانه وتعالى اكتبه كتاب عبدي في سجين تسجن الروح تحت الأرض في سبع أرض بعد ذلك في القبر، أول ما يدخل القبر يضايق عليه القبر حتى تختلط أضلاعه اختلطاً شديداً ضمت القبر تبقى جديدة جداً بعد ذلك يفتح له تجيله ناكر وناكير عشان يسألوه من ربك؟ يقول ها ها لا أدري ما دينك؟ ها ها لا أدري ما اسم الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا أدري ربنا سبحانه وتعالى يسبته عند سؤال الملكي فيقول له لا عليمت ولا دريت نعم عليك من الله سقط وغضب فيفتح له باب من جهنم والأعوذ بالله فيدخل له من سموميها وحاميميها وحريها والأعوذ بالله ويرى مقعده في النار فيبقى طول الوقت ربي لا تقوم الساعة ربي لا تقوم الساعة ربي لا تقوم الساعة هذا ضعاعة في الجهنم شايف مقعده في جهنم العقوبة اللي بعد كده هو وقف القبر يجيه إنسان يجيه إنسان على أكبح وجه رجل على وجه الأرض وريحته على أنت نجيف على وجه الأرض سندميم جدا جدا وريحته كريهة جدا على أنت الوجه فيقول له من أنت؟ وينك من أنت؟ وجهك وجه السوق ويبشر بالسوق فيقول له أنا عملك العقوبة اللي بعد كده تحيط به العقارب والتعابين ويلدغ ويلدغ في كل مكان في جسده واحد يقول له سيحس بالألم كيف؟ ضرورة الجسد سيبلى ولو ما قال له إيه؟ يشعر بالألم كأن الجسد موجود يعني الروح تعذب ويشعر بالألم كأن الجسد مازال موجود العقوبة اللي بعد كده وقت الصلاة في الخمس صلوات عشان رأسه كان متتساقع عن الصلاة الجزاء من جسد العمل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد في الإسراء والمعراج بيدرب بصخرة كبيرة على رأسه في الخمس صلوات في معاد الأزام والأزام بيدن فتجدخ الرأس والله وتتفتد وتسقط الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد واحد رأسه بتخذ بملك بيدربه بصخرة كبيرة في كل معاد الصلاة قال له مين هذا يا جبريل؟ هؤلاء الذين تتساقل وصوه عن الصلاة لقصوا خمس صلوات لكن رأسه بتتساقل عن الصلاة الصلاة تقيل عليه وعندما يأجل معادها ويسمع الأزام ويأجلها ويهرب ويعمل أي شغل لغاية ما فالقصة لا يبقى مضطر يصليها فضل لو بقى ساعة ونص ساعة الصلاة قبلها المخرج من كده المخرج من كده أن تصلي الصلاة في الجامعة لماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من سمع النداء الحديث ده صحيح طبعا نتكلمت على الموضوع ده كتير قبل كده في المعظم التبراني الأوسط سكروا الإمام التبراني وصححوا أحمد شاكل في المسند ولو أن الرجل أن دعى الناس إلى عرق أو مرماتين في المسجد لأجابوه وأنهم لا يضعون إلى هذه الصلاة في الجماعة فلا يأتونها والقدم أنت أن أمر رجل يصلي بالناس ثم أضرمها عليهم نارا وما يتخلف عنها إلا منافق يبقى اللي يسمع الأدف الجماعة بيروحش وما بالك بقى بيروحش بغير عصر منافق ودليل ثاني الحديث في البخاري أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد أممتوا أن أمروا الصلاة فتقام ثم أمر رجل يصلي بالناس ثم أمروا بحاطم فيحطب ثم أنطلقوا مع نجالهم ومعهم حزنوا من النار فأخالفوا إلى أقوى من الله يشهدون الصلاة في الجماعة خلي بالكم فأحرق عليهم بيوتهم والرسول عليه الصلاة والسلام أهم من أن يسيب صلاة الجماعة ويخالي واستخلف واحد ويروح يحرب بيته عشان يسمع لازم ويستخفى بلازم فبالكم بقى اللي بيصلي في البيت ويأخر الصلاة كمان على المعادها لغاية من قفضوا نص ساعة الصلاة بعدها وزيما ستاب بتعمل في البيوت ومتصليش الصلاة في أول أزان والرسول الصلاة والسلام قال من سامع النداء في المسجد طبعا الكلام هذا للرجال المرأة ملهاش صلاة الجماعة المرأة لو صالت الصلاة بعد الأزان على طول بتاخد نفس سبب الرجل بالزبط في الجامعة في المسجد فالرسول الصلاة والسلام يقول من سامع النداء فلما يمنعهم من أن يأتي عزر فلا صلاة له يعني كانوا مصلاة خالص طبعا هذه كلها أدلة قاطعة تؤكد أن اللي بيصليش الصلاة في أول معادة من غير عزر ويستخف بالصلاة ويأخرها ويستخف بالصلاة وفي رواية ثانية صحيحة برضو في صحيح أبي داود من سامع النداء فلما يلبه من غير عثر لم تقبل منه الصلاة اللي تصلى خلي بالكم لم تقبل منه الصلاة اللي تصلى طيب نحن قلنا ايه بيضرب في كل ما عاد صلاة يوم القيامة في عقبتين الويل والغي المرابين قال فويل المصليين قالوا الويل ده جبل من نار جبل من نار يجبر أن يتسلق هذا الجبل الملائكة تضربه بالصياط وكلما حاول يتسلق حط قدمه قدم بالدوب من شدة حر هذا الجبل والغي وادي في جهنم يسيله نارا لا يتسلق والشهوات فسوف ألقونا غية إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يضلمون شيء إنسان إذا تاب وصل الصلاة ما عادها مظبوط واتقى الله سبحانه ويصلي في الجامعة وستخفش في الأزان يبقى كده يبقى كده يبقى كده يبقى كده يبقى كده يبقى يوم الأيامة والعوذ بالله يكون له الويل والغي اللي هو الوادي في جهنم يسيل نارا فسوف ألقونا غي لما يصليش خالص هذا سيحشر مع قارون وهمان وفرعون في الدرك الأسفل في جهنم وحيعيقروا حيعيقروا حيعيقروا حيقولوا له عملت لك إيه لا إله إلا الله وما أنتبعنا في جهنم حيقروا في الجهنم سيقروا بعد أن ينكس المقص طويل جدا في جهنم سيمروا بكل عذبات الأقة دلوقتي يعني دلوقتي ونحن مالكو بيصليش خالص ويكون في أسفة جهنم مع قارون وهمان وفرعون وابو جهل هيوحشر معهم ويعيروه يقولوله كنت 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 بقولوا لا إله إلا الله محمد وصل الله عملت لك لا إله إلا الله محمد وصل الله هديك معانا في جهنم دي بس تكفال وحدها عقوبة الحصرة لما يبزك زا الكافر وفي قعر جهنم والعزو بالله وتلدخ بقى من العقارب والتعابين في جهنم تعرفين إن اللي أعرف في جهنم حجمه قد البغل وله ألف زنب وكل زنب فيه ألف نوع من السم وكل نوع من السم يخلي واحد من النار يخليك تتقلم ألف سنة ده العقرب العقرب في جهنم قد البغل البغل اللي هو ابن الحمر والحصان له ألف زنب وكل زنب فيه ألف سم وكل سم يخليك تتقلم ألف سنة يخليك تتقلم ألف سنة ف دي عقوبات اللي هي بتأخر اللي هما أضاعوا الصلاة اللي هما يصلوا خمس وقت بس يأخروها على موعدة ويستخفوا بموقيت الصلاة وما بيحتنوهش طبعا الكلام طبعا للنساء أكثر من رجال رجال المتزمين بصلاة الجماعة هو في مأمة من ذلك بيسمع الأزان انت بينزل يصلي وبهو خلاص يصلي الصلاة أول أكثر إنما الناس بقى اللي ما يصليش طبعا في الجامعة ويستخف بالأزان ويفضل يعمل أي شغل ويسيب الصلاة ويقدم الشغل بتاعه الأشغال اللي هو بيعملها وقع في الرياء وقع في الشركة الخافية عشان الشغل عنده أهم من الصلاة ويصلي الصلاة قبل نص ساعة قبل معادة الأزان اللي بعد منه وهو النساء اللي بتقدم الشغل للبيت والغسل الموعين والطبيخ ويقع على خطر كبير جدا على خطر كبير جدا إلا ما يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى فأنا أكتب لكم حاولك الكلام ده في وصف الفيديو نسخوه الشهور الشهد الرعيم في طواب العظيم العلم علما فالله أجرم العامة بيوم القيامة لنقوز لك من قراب شانت وشوش تفعيل الجرس وإشراك في القناة وصلاة لكم كل جديد وسعادون العشر السلطة ويقول قولنا هذا سخف الله ليولكم